أخذ اللي تصلى بعده أم محمد من كفر الشيخ أيوة أيوة مع حضرتك محمد فضالي أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور والله أنا عندي ضغط وسكر نعم باخذ ضغط خمسة بلاس ماشي كونكور والسكر جلوكروفاج قدي جلوكروفاج ألف دكتور الباطيني كان يقول لي أخذ حبيتان الحبية قال طيب قبل الفطار وقبل العشاء أو قبل الفطار وقبل الغداء قال لي فوشت الأكل عشان معدتي غداء ولا فطار ولا عشاء أيوة بس أنا وزني زيت أنا باخذ واحدة بس عشان ما أخذت الاثنين كنت بدوق السكر بيطلع كم الصايم الصايم يطلع مية حاجة وعشرين والفطر بيحصل مية واربعين طيب يعني هو بيعاجك مش من السكر اتفضلي إفلو حكملك الكلام من التلفزيون شكرا الناس اللي عندهم سمنة زيادة والسكر إلى حد ما عالي يعني الصايم لا يتجاوز متين والفاطر لا يتجاوز متين وخمسين دول مجرد ما نخسسهم عشرة في المية من وزنهم يعني مش لازم يبقى مانيكان ينفرد وزنه مثلا مية وعشرين كيلو بيقولكش ينزل إلى ثمانين كيلو لا 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 المية وعشرين لو بقى مية وخمسة السكر هيختفي ينزل شوية اه ينزل شوية فأنت دي حضرتك علاجك في الوزن طيب اللي هو الراجل لما اداك الجلوكوفاش ألف مرتين في اليوم وأنا ممكن اخليهولك ثلاث مرات مش هو اللي بيدواخك على فكرة ده الدوخة يمكن تكون من قلة الأكل فأنت لازم تمشي كل يوم ساعة إن أمكن أو ساعة ونص وأنا أشوف إن تاخد الجلوكوفاش حضرتك حباية وسط الغدع وحباية وسط العشاء ده مش كتير قوي وممكن ناخد حاجة اسمها أورلستات ده بتبقى حباية وسط الأكل لما تاكلي مواد فيها دهنة أو زيت كتير تمام بس ده لا يغني لا يغني عن المش وإن إحنا نمسك الأكل عشان ننزل ننزل 10-15 أستاذينك يا دكتور